رغم أن حرب تركيا المعلنة ضد حزب العمال الكردستانية على حدودها الجنوبية ليست بالجديدة إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعد ملحوظا على مستوى الضربات العسكرية في حين تحدثت بعض التقارير عن أن القوات التركية أنشأت مواقع جديدة في إقليم كردستان العراق بحسب فرانس برس الأمر الذي دعا السلطات العراقية للتنديد بتجدد العمليات العسكرية التركية والتوغلات شمالية البلاد ولكن ما هي تفاصيل تدخل العسكري التركي شمالية العراق؟ قبل أيام أعلن وزير الدفاع التركي ياشارغولر عزم بلاده إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كم على طول الحدود التركية مع العراق وسوريا بهدف ما وصفه تطهير المنطقة بالكامل ومواصلة العمليات حتى القضاء على آخر عنصر من حزب العمال الكردستاني بحسب تعبيره كما أكد مصدر عسكري تركي أن القوات التركية تعمل على تطوير السيطرة في منطقة عملية أسمتها تركيا المخلب القفل العسكرية على الشريط الحدودي في حين أكد تقرير لمنظمة أمريكية دخول الجيش التركي إلى أقليم كردستان بـ 300 دبابة ومدرعة وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادنان أواخر الشهر الماضي وأن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى أورا وسارو وأردانا وكستا وجلك وبابير مؤكدا تنقل نحو ألف جندي تركي بين قاعدة كاري باروخ العسكرية التركية وجبل متين خلف ناحية بامرني في غضون ثلاثة أيام كما أكد التقرير سعي تركيا إلى رسم خط أمني يبدأ من منطقة شيلاتزا ويمتد إلى قضاء باتيفا وبحسب التقرير فإن التحرك العسكرية التركي يهدف أيضا للوصول إلى جبل هفت تبق في منطقة شيلاتزي والسيطرة على سلسلة جبال كارا مما يتسبب بفقدان حكومة إقليم كردستان بين 70 إلى 75% من سلطتها على محافظة توك ترجمة نانسي قنقر